هل ترى أن ما تقوم به هو من مظاهر الدولة أم أنها تظل بهذه الممارسات في نظر المواطن مجرد ميليشيا؟ ما هو نص القانون الذي يقول أنه يظهر بهذا العمل مظهر دولة؟ هل هناك قانون أو نص مادة من مواد الدستور أو القانون تنص على هذا الأمر؟ لا يوجد فبالتالي ما هو المظهر الدولة الذي يظهر بمخالفتها للقوانين والدساتير؟ هذا الأمر الأول الأمر الآخر هي يعني مثل ما ذكرت لك سابقا أنها عبارة عن تفكيل لابتزاز المواطن وتخويفه وترويعه ويعني إغلاق كأنه عايش داخل سجن داخل سجن لن تخرج إلا بموافقة ولن تخرج إلا بعد أن تعطينا بياناتك وتعطينا كم المدة التي ستمكث فيها ومتى ستعود وكأنك داخل سجن ولست داخل دولة ولست يعني مطلق لك الحرية تذهب وتروح أينما شئته يعني أنت حر أنت في دولتك أنت في إطار الدولة والقانون فما هي المبررات أصلا التي تقوم بها الميليشية؟ ما هو الحرص الذي أنت تحرص عليه للمواطن اليمني وأنت أصلا تفخخ بيته وتفجر وتضرب عليها النار ليل ونهار؟ يعني تناقضات كبيرة جدا وعجيبة أيضا لدى هذه الميليشيات الحوثية ببعض الأعمال التي تنتجها وتقول لك أنا حريص على الدولة وأنا حريص على المواطن وأنا حريص على أن أكون قيمة لا هذا الكلام يعني عاري تماما عن الصحة وهو متناقض تماما عن أفعالها الإجرامية يوما بعد يوم نعم أخيرا مع ما جاء في موقع اليمن اليوم من دعوة رجل الأعمال حسن الكبوس التجار إلى وحدة صفهم وأيضا التآذر ضد ما أسماها المؤامرات ضد النشاط الاقتصادي برأيك من يحيك المؤامرة ضد التجار ضد القطاع الخاص ضد ما تبقى من بيوت تجارية في مناطق سيطرة الحوثية؟ أولا قبل أن أقول لك ما السبب طبعا التاجر اليمني وكلنا نعرف التجار اليمنيين التجار اليمنيين يفتحون أبوابهم للضعفاء والمساكين على مدار تجارتهم على مدار السنين والعقود الماضية بالكامل ولم نسمع بتاجر من التجار مهما كان التاجر سواء كان كبير أو متوسط أو صغير يعني يمنع الصدقة أو يمنع أنه يعطي من أمواله للفقراء والمساكين ولم يكن هناك يعني طوابير للفقراء بهذا الشكل الذي وجدناه في ظل وجود هذه الميليشيات الحوثية فبالتالي الذي أجوع الشعب والذي وضع الشعب في مرحلة الفقر والجوع والحاجة هي ميليشيات الحوثية وبالتالي هم السبب الذين يريدون أن ينكلوا بالتجار وأصحاب رؤوس الأموال على إخافتهم وعلى ترويعهم وعلى اتهامهم وعلى التضييق عليهم وعلى تجارتهم التي أصلا هي التي تقوم باقتصاد الدولة وهذه العملية وهذه الجرم للأسف الشديد لم يطل فقط يعني التجار البسطاء والصغارة لكن أطال رجال الأعمال المعروفين والمشهورين والذين لهم تجارة عالمية وليست تجارة شخصية وليست تجارة محلية وليست تجارة بسيطة تجارة عالمية ويعرفهم القاسي والداني ويعرفهم أصلا الفقراء أيضا يعرفونهم ويعرفون كيف يعني يقدمون المساعدات ويعرفون أنشطهم في الخير لكن للأسف الشديد تريد هذه الميليشيات بتر تماما لهذه الشريحة من المجتمع بتر الرجال الأعمال وتقويفهم وترويعهم وبالتالي لن يعني يكون هناك إلا زيادة فقر وزيادة حاجة وزيادة يعني قتل ودمار للمواطن اليمني بمنعه من أخذ أي أموال من أي تاجر أو صدقات تعطاله في المناسبات والأعياد أو في رمضان نعم